السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين ثمنتاش تسعة ايلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود عنا في الميزان الان وارح يضل لغاية ساعات الصباح تقريبا وفي عنا خلوم مسار وبعدها القمر رح ينتقل لبرج العقرب طبعا القمر الان موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة 4.58 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بعدها بده ينتقل لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 2.5 دقاق من عصر يوم الاربعاء لينتقل القمر بعدها لبرج القوس يعني من اليوم ليوم الأربعة القمر في القوس القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و32 دقيقة مساء من مساء اليوم لاتنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر الآن موجود في برج الميزان لغاية ساعات الصباح معناته بتظل الفترة هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية والحركات الفلكية اليوم الزاوية اللي رح تتشكل عند منتصف الليل واللي تأثيراتها بتبدأ من ساعات مساء يوم الأحد وبتستمر تأثيراتها لغاية ساعات الظهر لظهر يوم الاثنين هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية ذهر وقتها ساعة واحدة وست دقائق فجرا بتدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة والروحانيات السلبية طبعا يعني اللي بدأ تعمل سحر لجوازها واللي بدأ تسحر حبيبها واللي بدأ تطلق مش عارف مين واللي بدأ يطلق واحد عشان يأخذها يعني هذا الشغل المسخرة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا أيضا بشكل سلبي بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر وخلو المسار رح يبدأ الساعة واحدة وست دقائق فجرا من فجر اليوم الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب يعني فترة خلو المسار هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر بنتقل وباستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات الصباح منصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا بنكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغطة عاطفي محبط وبوسعنا شراء بوليس التامين أو قراءة رواية بوليسية متيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة تسعة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزل لدينا الحس بالمسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر لبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون دربتها ساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للتجارة أو العمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا وإقناعنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات طبعا هدول الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فعشان هيك أي شعور بعدم الارتياح أو إن شايفين الأمر بحاجة لمراجعة الطبيب لا تتأخروا اليوم جيد لإجراء الفحصات والتحليل والأمور اللي إلها علاقة بالالتهابات وإلى ما للنهاية ولكن كعمليات جراحية ما بنصح لهاي الأعضاء خصوصا العمليات الكبرى أم عمليات تنظير أو فحصات ما في أي مشكلة إلا إذا كانت العمليات الكبرى اضطرارية بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم في فترة ما بعد خلو المسار ما في أي مشكلة أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا هي جيدة هنا في أي مشكلة لهذا الموضوع وخصوصا بعد خلو المسار ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب معناة خلو المسار القادم بيبدأ الساعة عشر واحد وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعة عشرين تسعة وبيستمر خلو المسار لغاية ساعة ثنتين وخمس دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام الساعة ستة وخمستاشر دقيقة صباحا بصير خمس أيام نسبة الإضاءة أرباطاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاث وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الميزان وبدأ ينتقل لبرج العقرب ورح يظل في العقرب ليوم عشرين تسعة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ستين في المية ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30% أما في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 5% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% قرانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم ما بين شركاء المال او العاطفة او ما بين الازواج ولكن بتكون تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الاخر لانه فترة خلوه مسار اما من ساعات الصباح تقريبا بتنهمكم في اعادة تنظيم اموركم المالية واهم شي انه ما تهملوا صحتكم وبتصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم لانه القمر بكون انتقل للبيت الثامن فيعني خفف الضغط عليكم شوي وبتلاقي اعمالك اليوم صدى طيب اهم شي انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون عذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكون تواصلوا اعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل يعني التركيز رح يضل على العمل وعلاقاتكم مع زملائكم اهمش انه ما تبادروا بعمل جديد وما تهملوا صحتكم لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح القمر بصير مقابلك تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم شراكات المال او العاطفة او مع الازواج ولكن ممكن تتعقد بعض الامور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لانه خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم قضاء وقت ممتع مع حبائكم لغاية ساعات الصباح والاجواء ايجابية وممكن تمارس هواي معينة ولكن ما تبالغ في حضوضك لانه قلو مسار اما من ساعات الصباح فهون بيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكتنتبه لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذروا من المشاكل الصحية والمواجهات او المشاحنات ما بينكم وبين زملائكم بالعمل ممكن بعض موليد برج الجوزاء يبدأ عمل جديد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تتجنبوا اي تغيير على مسكنكم او شراق قطعة اثاث او اي حدث عائلي انه تبالغوا بردات فعلكم لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن بدك تلطف الاجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة الاجواء المستوى العاطفي مستوى الهوايات التجميل الاهتمام بالنفس او بالابناء بتكون باوجهة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد اللي بدي تقدم لا امتحان بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود وايضا انتبهوا اثناء قيادتكم لسيارة او اثناء حركتكم لانه الاجواء مش مطمنة يعني بتكونوا حذرين اما من ساعات الصباح وانا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وموسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيها فترة مناسبة للسفر والاستثمار والتنقلات والحوارات والنقاشات ولكن زي ما حكينا بدون ما تكبروا الامور بمشاكل عائلية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكونوا تحذروا من اي قطوة مالية جديدة لا سيما شراح حاجية ثمينة اما من ساعات الصباح هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والعلاقات مع الاخوة او مع الجيران او تعاون او تعامل ما بينكم بينهم وبرضو على المستوى العاطفي ممتاز جدا يعني رح تكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك او التعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم مش انك ما تتردد بالتحرك عشان تستفيد قدر الامكان هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا وبالظل فقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك حاولوا انكم ما تبادروا لاي عمل جديد بل وصلوا عملكوا اللي بدأتوا فيها من قبل اما من ساعات الصباح وانا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم او ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او حبيب لا تبالغوا بمصاريفكم يوم بيحمل بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل اضافية او مستردات هباد دعم هدايا وحاول انك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ابتهتم لأمور مالية او استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح لان القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ولكن من ساعات الصباح القمر بيوصل لعندكم هنا يعني بدكوا تنجزوا فقط ما هو ضروري وعاجل لغاية ساعات الصباح وحاولوا تخلدوا للراحة وانتبهوا لصحتكم ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح اكثر بيطرق تغيير للافضل على صحتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات خلال نهار هذا اليوم طبعا ممكن انك اليوم تهتم بمظهرك بتقوى نسبة نجاحك بتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا بين الاصدقاء اليوم لغاية ساعات الصباح اهم شي انه ما تعتمدوا كثير على وعد بيقطعوا احد الاشخاص او المعارف لا الكم لانه القمر خلص بيقترب لبيت المتاعب وهي فترة تخلوه مسار اضبط اعصاب قدر الامكان اما من ساعات الصباح القمر خلص وصل بصير لبيت المتاعب فبيتكوا تنتبهوا لا صحتكم لا توقعوا على عقد لا تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الامور بهدوب تعدوا عن الاضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب امالكم واحذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لما هوليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا عمالكم الاعتيادية وما تبادروا باي عمل جديد وخلوا علاقتكم جيدة مع رؤساكم بالعمل لغاية ساعات الصباح وما تشوهوا سمعتكم بتصرفاتكم اما من ساعات الصباح فالقمر هنا بيوصل لبيت الاصدقاء والعلاقات الاجتماعية بحاولوا انكوا تبادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق في خلال هذا اليوم وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعدوا من لقاء الاصدقاء بيطمئن بالكم لانه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرروا المحاولات اذا اردت النجاح برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد هذا الامر لغاية ساعات الصباح واللي عنده سفر بده يتفقد اوراقه امتعته بشكل جيد ايضا انتبهوا اثناء تحركاتكم او قيادتكم للسيارات اما من ساعات الصباح وانا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع في نوع من انواع القلق او التوتر رح يكون خلال هذا اليوم فعشان هيك لا تشوه سمعتك باي تصرف برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بدكوا تتجنبوا اي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة وتخففوا من النفقات لغاية ساعات الصباح واحذروا من النصابين والمحتالين اما من ساعات الصباح هنا بتنشغلوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة او تناقش اي موضوع رح تناقشه بقوة وذكاء وتتجرع على رفض اي شيء ما بناسبك اهم مش انك ما تقشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة واللي نفكر في خلال الايام القادمة على موضوع العلاقة بالسفر فهاي الفترة جيدة للبدء باي اوراق او معاملات بتتعلق في هذا الموضوع فيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر